ما هي الجملة الأمرية أو الجملة الزجرية أو الإرشادية أو الجملة التي تعطي تعليمات أو إرشادات يجب أن تنفذ أو تترك؟ بين قوسين الأفخاز أمبراتيف، دن هناك فرق بين الأفخاز أمبراتيف و الأفخاز أنجنكتيف، الأفخاز أنجنكتيف أشمل، أما الأفخاز أمبراتيف هي فقط حالة خاصة من الأفخاز أنجنكتيف، سميت بهذا الإسم مثبتاً إلى زمل الفعل التي تتمحور حوله. أما الأفخاز أنجنكتيف فهي شيء آخر وهي التي سندرس بالتفصيل في هذا الفيديو. وحل الملاحظة حول أهمية هذا الدرس، ضبط مفهوم الأفخاز أنجنكتيف يكتسي أهمية بالغة. لماذا؟ لأن ضبطنا لمفهوم الأفخاز أنجنكتيف يساعدنا بشكل كبير في الإجابة عن سؤال كلاسيكي من قبيل كيليلو تيب دو تكست كي تعطيك مثلاً اقتراحات أو سؤال اختيار من متعدد أنجنكتيف، ناغاتيف، ديسكريبتيف إلى آخره. لأن وجود هذه الجملة، الأفخاز أنجنكتيف بكثرة في نص معين، مؤشر قوي على أن هذا النص، نص إرشادي، سيداً تكست أنجنكتيف. وأيضاً ضبط مفهوم الأفخاز أنجنكتيف يساعدنا بشكل كبير في إنتاج نص إرشادي، خدوير أن تكست أنجنكتيف. طبعاً بلإضافة إلا درورة التعرف على بعد خسائس النص الإرشادي، ولكن الأهم فاد الخسائس دي النص الإرشادي هو الأفخاز أنجنكتيف. الأفخاز أنجنكتيف indique le plus souvent un ordre، مثل ارىت، دونك صا есть أنجنكتف. Mais il peut également indiquer un conseil Ou là un conseil Repose-toi Une demande Aide-moi Une interdiction Ne touche pas à cela Un encouragement N'abandonne pas Un souhait Que tout le monde soit heureux Une suggestion Faisons une promenade ce soir Une invitation Viens dîner chez nous demain soir Il est à khiri L'affrase enjonctive تعبر غالبا عن أمر كما يمكن أن تعبر عن نصيحات طالب منع تشجيع تمني اقتراح الدعوة إلى آخره ما يميز l'affrase enjonctive على مستوى الكتابة هو انتهاؤها بعلمات تعجب أو نقطة إذن اختيار علمات تعجب أو نقطة يكون حسب السياق أما على المستوى الشفعي une intonation montante ou descendante إذن الصوت إما كيرتافع أو كينخافض في الآخر دي الجملة إذن وطبعا هاتش حسب السياق إذن كما l'اختيار دي العلمات تعجب أو النقطة حتى الانتوناسيو حتى يه نلاحظو أن أغلباء دي الجملة تتضمن فعلا مصرف في الأمر دي الجملة دي الجملة دي الجملة دي الجملة دي الجملة سيس كيه كنتين un verب conjugué أو subjonctif présent إذن هادوك لفراز التي تتضمن في المصرف في الإمپيراتيف سوصن دي فراز إمپيراتيف وحتى سوصن دي فراز انجنكتيف لأن إن فراز انجنكتيف أشمل من الفراز إمپيراتيف كما قلنا قبعيلا إن فراز امپيراتيف هي فقط حالة خاصة من الفراز انجنكتيف إذن يمكن التعبير عن الفراز انجنكتيف بستعمال الامپيراتيف أو بستعمال لسيب جنكتيف présent ما كنشغل لسيب جنكتيف بخيزون اللي نقدر نعبرو بي على إن فراز انجنكتيف نقدر نستعملو حتى لومود دو الانجنكتيف ولا الانفينيتيف ولا نقدر نستعملو قاع إن فراز نون فيغبال ما فيه جاعة حس الفعل لفراز انجنكتيف باش كنعرفوها كنعرفوها غراس الاتيوليزاسيون دان فيغب كنجوغي الامپيراتيف بخيزان بصفة عم ولكن مي انتخوفو اصي الاندكاتيف مثلا ووفوري لإكزيرسيش شيفو دان هاد لفراز ستو نفراز انجنكتيف علاش لأنك تعبر الامر ما فيه لامپيراتيف ما فيه لسبجنكتيف أشنو فيها فيها لفتور سمبر هاد لطن هادها حسب هاد السياق عادو اين والور امپيراتيف عادو لفالور دو الامپيراتيف دان هاد راه امر إلا قالك لأستاذ ووفوري لإكزيرسيش شيفو رخاسك تدير دان هاد امر دان ستو نفراز انجنكتيف ميتال تاني جو كوتي شاند إدان حتى هاد الميتال وخاعدنا لفراز دو لإندكاتيف ولكن هاد ستو نفراز انجنكتيف من السياق هاد لفراز دو لإندكاتيف عاد اين والور دو لإمperatif هذا امر اني مثلا بين زوج زوج او راه امر جو بغيت راه امر ميتال تلت تفور تي دو وار دو سور دان حتى هاد لفراز بحال بحال ميتال لول ستو نفراز انجنكتيف من السياق هاد لطن او نفراز امperatif ونقدر نستعمل للمود دو سب جنكتيف امتا نستعمل لتو امتا سو دو سنجلي سو دو بلوريال مثلا كيل ستز ادن هاد ستو انجنكتيف حال لقنا لي فلي سمط اسكتنا من قدر نستعمل للمود دو الانفين امتا نستعمل للمود دو الانفين لوس كلا بير سن اكي ساد راس لور ني با دي ترمين مثلا نو با فومي لف خاب افان دان اذا مني ما تكونش داك المعني بالامر غير محدد لك سا نستعمل الانفين تيف ومم كين نستعمل لون فخاز نان فيغ بال ما في اش قاع ال ver لف لف الاندكاتف لف لف سب جنكتف لف 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 مثلا شت دان هادي سوتي نفخاز انجنكتف ولا كوراج يعني انه كوراجمان كتشجه شوح بحال لعطتي امر اذا هذا ما يميز لف لف انجنكتف على لف امپيراتف لف تتضمن ان لف امپيراتف اما لف انجنكتف فهي اشمل من لف امپيراتف يعني ممكن لگو فيها الاندكاتف اي طن سواء الف سامبل سواء ال present والاندكاتف ولا لف جنكتف present ولا الانف او 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 ف او ف لف لف و الانف لف او لكن من المعنى من السياق يفهم أنها تتعبار على ان الدر donc c'est une phrase انجنctive دانبرة تيسار la phrase انجنctive il exprime ان الدر une interdiction un conseil un سوء إلى أخيري اشنا هما يعتقد كانت البرب أكثر ستيمالا هما لحظة البرتصال 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 بالنسبة لنتنتاني لغضر البرتصال العنجنق يمكن لكون مؤ那نا يمكن كود لحسب السياق اما بنسبال la ponctuation تقدر تكون un point ولا un point d'exclamation طبعا حسب السياق وحال ملاحظة فيما يخص le point d'exclamation اي فخاز لغينا فيا un point d'exclamation رها سوني پا une phrase exclamative لانا la phrase exclamative رها ما كيناش اغبت هدنا علامة تعجوب هدي ست une phrase انjonctive اي سوني پا une phrase exclamative لابعنا نعطيه الوصف داقيق لادل جوملا ست une phrase de type انjonctive اي دو فرم exclamative اي دن هد لفراز exclamative رها سوني پا انتب اي دن ما كيناش عصبحت غير مدرجا في كتوب لغرامر من الفينوتمنتاح ست une فرم سوني پا انتب اي دن الالغيناف شجوملا راسوني پا ان فراز exclamative لانا عدنا فاقد تخوا اكد دو لانغاج اساسية عدنا ديكلاغاتيف وعدنا انتروغاتيف وعدنا انجنكتيف اما هاد exclamative رها ما كيناش هدا ست une فرم هاد الجومال بتلاتة لقنا ديكلاغاتيف انتروغاتيف انجنكتيف ممكينيش دو هاد الفرم ديال exclamative اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة